بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة السابعة قضايا متنوعة في مجال التربية الخاصة ونتناول الدرس الثامن قضايا ومشكلات ذات علاقة بمعلم التربية الخاصة 3 هناك عدد من القضايا نتناولها قضية قضية ونتحدث عنها بشيء من التفصيل نقص عدد معلمي التربية الخاصة المؤهلين حقيقة هناك نقص حاد في كثير من دول العالم في عدد معلمي التربية الخاصة المؤهلين في جميع فئات التربية الخاصة نتيجة لنقص الطلبة المتحقين ببرامج تدريب المعلمين في التربية الخاصة والآن تأهيلهم بشكل جيد ليس نقص في الخريجين ولكن نقص في التأهيل الجيد للتعامل مع فئات التربية الخاصة لو تحدثنا عن قضية المؤهلات التصنيفية وغير التصنيفية طبعا هنا يوجد نقاش ساخن في الأوساط التربوية تعلق بالمؤهلات التصنيفية والمؤهلات غير التصنيفية حقيقة لمعلم التربية الخاصة ونقصد بالمهلات التصنيفية أن يتم إعداد معلم التربية الخاصة لتخصص بدقة بإعاقة معينة فيتم إعداد معلم إعاقة عقلية معلم صعوبات تعلم وهكذا بحسب نوع الإعاقة كما هو موجود أمامنا وهنا المدافعون عن هذا التصنيف يشيرون إلى أهمية نظرا لخصوصية الإعاقة بحيث تختلف فئات الإعاقة اختلافا جوهريا عن بعضها البعض ويجب أن يكون هؤلاء المعلمين المتخصين بشكل عالي في هذا المجال بما يخص فئات الإعاقة المحددة بينما يشير المؤيدون للمؤهلات غير التصنيفية إلى أهمية إعداد معلم تربية خاصة مؤهل للتعامل مع كافة فئات الإعاقة إذ أنهم يمتلكون القدرة على التعامل مع الإعاقات المختلفة لو انتقلنا الآن لنرى قضية قيادة المعلم هنا يشير هذا المصطلح إلى أن المعلمين لهم الحق في أن يكون لهم دور مركزي في المدارس في الوظائف الشاملة من التدريس والتعلم طبعا هذا المصطلح بدأ بالظهور في العقدين الماضيين كعنصر مهم من عناصر إصلاح النظام المدرسي ونتج هذا المصطلح من عدم الرضا عن النتاجات التعليمية وأن الاعتقاد بأهمية أن يكون للمعلمين أدوار مؤثرة أكثر في المدرسة طبعا أدبيات تشير دائما إلى تنوع أشكال قيادة المعلم بحسب السياق وقد تأخذ أشكال عديدة مثلا تشمل قيادة الفريق قيادة المنظمات رئاسة أقسام إشراف تدريب الكوادر تدريب الأقران والتقييم إلى ما يعني من هذه الأمور القيادية من قيادة المعلم على مستوى المدرسة وحتى على مستوى المديرية أما الآن لو انتقلنا لنتكلم عن اتفايات معلم التربية الخاصة في مجال الاستشارة والتعاون طبعا يعرف التعاون بأنه مشاركة المتخصين بعضهم بعض بالمعلومات وبذا يكون هناك معرفة وفهم مشتركين بين جميع الأطراف المعنية ليتواصلوا بانفتاح ويظهر احتراما متبادلا لبعضهم طبعا التعاون دائما يساعد في توحيد جهود جميع الاقتصاصيين العاملين معا نحو تحقيق هدف واحد من أهداف برنامج الطالب الفرد لو انتقلنا للحديث عن الضغط والرضى الوظيفي عند معلمي التربية الخاصة طبعا تعاني كثير من الدول حقيقة من نقص شديد في معلمية التربية الخاصة وبالرغم من وجود العديد من العوامل التي أدت إلى هذا النقص إلى أن الضغط الوظيفي هو أحد هذه الأسباب وقد قامت العديد من الدراسات دراست هذا الموضوع وعدت الجنس متغيرا مهما كما توصلت إلى أن النساء أكثر ميلي لترك مهنة التعليم من الرجال وهذا حقيقة قد يعود إلى أسباب عائلية يعني عوامل خارجية عن نفسيتها وهناك منعتقل بين الخصاص السلوكية والخصاص الذكرية والانثوية التقليدية يعني الدور الاجتماعي بما نتكلم هنا له ارتباط مهم في هذه القضية لو انتقلنا الآن للحديث عن قضية أخرى وهي قضية أخلاقيات المهنة طبعا هو عبارة عن نظام المسؤوليات والقيام الأخلاقي المرتبطة بسلوك الفرد والأفعال الإنسانية أو مجموعة مهنية محددة طبعا دائما توجهت صرفات المعلمة الخلقية عن طريق المعتقدات والاتجاهات والخصاص التي تعكس التشجيع والتعاطف والحماس والأمانة والإنسانية والتخيل مثلا والانفتاح العقلي والحكمة العلمية التي طبعا حقيقة تعنى بالسلوكات والممارسات العملية بشكل خاص لو انتقلنا نتحدث عن قضية الاحتراق النفسي لمعلمية التربية الخاصة حقيقة لاقى موضوع الضغط الوظيفي الذي يواجه المعلمون في عملية تكوين مسؤولياتهم المهنية اهتمام كبير في السنوات الأخيرة وأحد الأسباب لهذا الاهتمام هو الاتقاد بأن الفترات المتكررة والمكثفة من الضغط تقود إلى الاحتراق النفسي والاحتراق النفسي بمتلازمة تضم الإنهاك العاطفي بمعنى الشعور بالإنهاك من العمل مثلا عندي الاكتئاب سلبية واتجاهة سلبية نحو الطلبة فقدان إحساس بالإنجاز الشخصي ويواجه معلم التربية الخاصة نسبة أكبر من الاحتراق النفسي مقارنة بالمعلم العادي حقيقة وهنا لك أيضا قضية عقد الدورات التدريبية أثناء الخدمة العامية في مجال التربية الخاصة وهنا بعض قضايا تعد الجهات ذات العلاقة التي تعقد مثل هذه الدورات أيضا نوعية تلك الدورات هل هي متخصة أم عامة وأيضا قضية أخرى صعوبة تقييم فعالية تلك الدورات والنتائج التي حققتها